نحن لسه في تداعيات الحادث الإرهابي اللي حصل في غرب سينة واللي استشهد فيه 11 من أبناء مصر المخلصين من رجال القوات المسلحة مبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي ترقص اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان فيه توجهات مهمة من سيادة الرئيس باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سينة من العناصر الإرهابية والتكفرية كمان يا بصنط مبارح سيادة رئيس وجه بالاستمرار في تنفيذ كل الإجراءات الأمنية اللي بتسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله ونحن هنا لازم نأكد على الدور الكبير اللي قامت بيه القوات المسلحة وتأثير العملية الشاملة للجيش من سنة 2018 والحد دلوقتي وللنتج عنها حالة من الاستقرار حالة استقرار كبيرة في سينة ورجعت مرة تانية الحياة بشكل كامل في كل مناطق سينة الاستقرار بقى موجود في سينة لما تواجدت التنمية الحقيقية يمكن هو ده دلالة الهجوم على نقطة رفع مياه في سينة الإرهابيين هنا بيستهدفوا التنمية لأنهم فاهمين كويس قوي أن التنمية في سينة بتضرب مخططاتهم بشكل مباشر وده بيقولك حجم الإنجاز اللي عملوا المصريين في سينة بالتنمية والبناء طبعا بكل تأكيد قواتنا المسلحة كان لها دور كبير جدا في عملية تنمية سينة زي بالزبط دورها في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه الجيش عمل مشروعات قومية عملاقة وده كان بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة والمشروعات دي عملت نقلة كبيرة جدا في التنمية والاستقرار في سينة عشان كده يشازلي الشعب المصري دايما بيقف خلف قواته المسلحة وبيقدر التضحيات اللي بيقوم بيها رجال الجيش الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ربنا يحفظ مصر وأهلها وإن شاء الله في رباط ليوم الدين بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر